السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح يونت 11 او الوحدة رقم 11 من منهج كونكت الترم التاني الصف الاول الابتدائي او primary 1 واتمنى ان انتو تحضروا قلم والكشكول بتاعكو علشان نكتب الدرس مع بعض ونكتب الملاحظات بتاعتنا اول باول وانوان يونت 11 هو it's rainy it's rainy يعني انها تمتر انها ممترة it's rainy rain يعني مطر rainy يعني ممتر وطبعا صديقتنا بيزي بي بتقول look يعني انظر listen and repeat يعني انظر واسمع وكرر وزي ما احنا شايفين هنا يا اصحابي اميرة بتقول it's rainy today it's rainy today يعني انها تمتر اليوم it's rainy today فهنا بترد عليها وتقول لها i like rainy days i like يعني انا احب rainy days الايام الممترة الايام اللي فيها مطرة it's windy too it's windy يعني انها مليئة بالرياح wind يعني رياح it's windy too يعني انها مليئة بالرياح ايضا وزي ما احنا شايفين هاني موجود وماسك الامبريلا بتاعته والهوى بيطيرها وهو بيقول oh my umbrella ده تعبير طبعا ان الشمسية بتاعته هتطير من ايده وطبعا احنا عارفين يعني مظلة او شمسية يعني امبريلا نتنقل البيتش اللي بعد كده طبعا listening speaking and writing listening يعني نستمع او الاستماع speaking يعني نتحدث التحدث ازاي نتكلم مع بعض and writing وان احنا كمان نكتب واليونت دي بتتكلم عن الوذر الوذر اللي هو الطقس طبعا فاحنا هنتكلم هنا على احوال الطقس وعن فصول السنة الاربعة فاول حاجة بتقول sunny sunny يعني مشمس sun يعني شمس sunny يعني مشمس لما الشمس بتكون طلعة بنقول عليها sunny cloudy cloudy يعني ملبت بالغيوم يعني مليء بالسحاب اللي هو بيحصل قبل المطرة cloudy cloudy يعني ملبت بالغيوم او مليء بالسحب اللي هتعمل بعد كده مطرة rainy يعني ممتر rainy يعني ممتر لما السمة بتمطر بنقول عليها it's rainy انها تمتر انها ممترة windy يعني مليء بالرياح لما بيبقى فيها هوى جامد بنقول عليها windy windy يعني مليئة بالرياح وطبعا hot hot يعني ساخن او الجو بيبقى حر بنقول عليه it's hot cold cold يعني بارد ولما بيبقى الجو بارد زي ما احنا دلوقتي في الوينتر بنقول it's cold انها باردة او الجو بارد وهنا صديقنا اللي في الصورة بيقول it's hot it's hot يعني الجو حر وهنا في الصورة اللي جنبها وحاطت يده فوق عينه تعبير ان الشمس حمية فهو مفروض هنقول it's a الكلمة اللي بتعبر على انها مشمسة it's sunny it's sunny يعني انها مشمسة الشمس حمية هو مش قادر يشوف منها فهنا بنقول it's sunny وطبعا بعد ما بنختار الكلمة ونكتبها بنعمل عليها علامة ان احنا استخدمناها قبل كده فبنعمل عليها علامة هنا طيب الصورة الثالثة صديقتنا مسكة الامبريلا بتاعتها وده تعبير ان الدنيا بتمطر فهنقول it's a شطرين it's rainy it's rainy يعني انها تمطر وهنكتب rainy او تمطر ونعمل عليها علامة هنا ان احنا استخدمناها وهنا صورة صديقنا بيشعر بالبرد فالمفروض ان احنا نكتب هنا ايه it's cold الجو برد فهنكتب cold وهنعمل علامة على cold هنا ان احنا استخدمناها ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا وهنا page 16 او صفحة 16 هنا learn sounds with busy b ازاي هنتعلم نطق الحروف مع صديقتنا ان احنا بيزي بي حرف ال m وحرف ال w حرف ال m وحرف ال w طبعا اول حاجة بيقولنا فيها حرف ال w هو ويندي ويندي يعني مليء بالرياح وزي ما احنا شايفين هنا ال w لما بتيجي في اول الكلمة بتتنطق زي ما تكون واو فبنقول ويندي طبعا هنا كلمة window window يعني شباك يعني نافذة window watch watch يعني ساعة يد watch يعني ساعة يد اما حرف ال m فهو بيبقى زي حرف الميم وفي كلمة moon moon يعني امر map map يعني خريطة mom mom يعني ام ونتنقل ال page البعد كده وهي page 17 خليكوا معيه هنا طبعا بيعلمنا ال hand writing ال hand writing او الكتابة باليد ال hand writing وهنا بيعلمنا ازاي نكتب حرف ال m زي ما احنا شايفين في كلمة map كلمة map يعني خريطة هنكتب ال m ازاي بنمشي طبعا كده هوت بالقلم الرصاص بنتحرك كده بنبقى كتبنا ال m في كلمة moon moon يعني امر بنفس الطريقة بنتحرك وبنكتب بالقلم الرصاص وبنكتب m طبعا هنا بالقلم الرصاص وهنكتب m في الاول وبعدين m في الاخر وهتتكون كلمة mom mom يعني ام طبعا بالنسبة لحرف ال w زي ما احنا شايفين هو بشكل معاكس لشكل حرف ال m وزي ما احنا شايفين هنكتب ال w هنا في كلمة win d وهنكتب ال w هنا في كلمة watch وزي ما احنا شايفين هنا ده حرف ال m وده حرف ال m وفيه هنا ال w والكابتال وال w وطبعا لما بنيجي نكتب حرف ال m بيكون بين السطرين وقبل ما ننهي ال page دي لازم ديبقى عارفين شكل حرف ال m ال capital زي ما احنا شايفين وال m small وال w وكابتال زي ما احنا شايفين وال w small برضو ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معايا learn colors تعلم الالوان مع بيزي بي وطبعا هنا connect with art هنا الجزء الفني اللي فيه art في منهة connect read اقرأ then ask وبعد كده اسأل and answer وبعد كده جاوب فهنا بيعلمنا ازاي لما نخلط الالوان او نعمل mixing colors بيطلع الوان تانية شكلها عامل ازاي فهنا بيقول لنا لو جبنا ال red او الاحمر plus yellow الاصفر بيدينا orange orange اللي هو برتقالي اللون البرتقالي ولما نجيب ال yellow الاصفر ونحطه على blue الازرق بيدينا green green اغدر طيب ولما نجيب ال red الاحمر ونحطه على blue الازرق بيدينا purple purple اللي هو اليون البنفسجي وبكده نكون انهينا ال page دي وزي ما احنا شايفين صدقتنا في الصورة بتقول what is red and yellow اللي هيطلع لما نحط ال red على yellow فطبعا احنا ممكن نقوم بالتجربة دي ونبقى في ورقة خارجية نحط الالوان دي على بعضها ونشوف الالوان اللي هتطلع شكلها عامل ازاي ونتنقل ال page اللي بعده كده خليكم معايا ونوصل ل page 19 او صفحة 19 وعنوانها rainbows rainbows او rainbow يعني قوس قزح قوس قزح يا اصحابي ده طبعا مجموعة الالوان اللي احنا شايفينها في الصورة دي بتظهر في السماء بعد المطر على طول ولازم يكون الجو مشمس علشان الضوء بيحصل له عملية كده في الهواء بسبب نقطة المية اللي بتبقى لسه منزلتش على الارض فبيدينا الوان قوس قزح زي ما احنا شايفين فهو هنا بيقول لنا sun sun يعني شمس sky sky يعني سماء rainbow rainbow يعني قوس قزح rain rain يعني مطر cloud cloud يعني صحب او صحاب طبعا هنا بيقول لنا it's rainy انها ممترة plus it's sunny وفي نفس الوقت هي مشمسة فبيدينا it's a rainbow انه قوس قزح it's colorful colorful يعني ملون مليء بالالوان ونقولها مرة تانية sun sky rainbow rain cloud it's rainy it's sunny it's a rainbow it's colorful it's colorful يعني انه ملون ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي وانا بيكلمنا زي ما قلتلكم في الاول هيكلمنا عن الفصول الاربعة او الفور سيزونز هنا بيقول لنا the seasons the seasons يعني الفصول الاربعة او الفصول بتاعة السنة طبعا هنا ده الجزء بتاع الساينس اللي موجود في منهج connect مكتوب هنا connect with science العلوم او جزء الخاص بالعلوم هو بيعرفك ازاي في فصول اربعة موجودة في السنة وكل فاصل ايه الخصائص بتاعته فانا في اول صورة بيورينا فصول الربيع او spring spring يعني ربيع وخصائص فاصل الربيع يا اصحابي ان هو الظهور كلها بتفتح فيه والزرع بيزدهر فيه بشكل كويس جدا وبيبقى فيه كل النباتات مزدهرة وجميلة فده هو فاصل الربيع او spring season spring يعني ربيع بعد فاصل الربيع المفروض بيجي فاصل الصيف اللي هو summer طبعا summer زي ما احنا شايفين الشمس بتبقى مشركة جامد جدا الجو بيبقى حر طبعا زي ما احنا عارفين والناس بتروح للمصايف وبتروح عند البحر علشان خاطر الجو بيبهناك قلطف شوية فده summer summer يعني صيف وطبعا زي ما احنا عارفنا الخصائص بتاعته بعد summer بيجي الفول فول يعني خريف فول اللي هو الخريف طبعا ده الفاصل اللي بيقع فيه اوراق الاشجار والنباتات بتبتدي تتبل لان الجو بيبتدي يتغير وطبعا من صفات فاصل الخريف الاساسية ان اوراق الاشجار كلها بتقع زي ما احنا شايفين في الصورة هنا بعد الفول بيجي الوينتر الوينتر اللي هو الشتاء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بيبقى خلاص مفيش وراء على الاشجار الجو بيبقى بارد جدا والمطرة بيتمطر والناس بتبقى مسكة فيه شمسيات ساعات وبتبقى لبسة هدوم تقيلة علشان الجو بيبقى بارد جدا فطبعا هي دي الفصول الاربعة او الفور سيزونز وهي مرة تانية سبرينج سبرينج يعني ربيع سمر سمر يعني صيف فول فول يعني خريف وينتر وينتر يعني شتاء ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 21 او صفحة 21 وعنوانها It's winter in Egypt انه الشتاء في مصر وهنا طبعا الجزء ده بتاع الجيوجرافي او الجغرافيا وبيعرفك هنا تفاصيل بلدنا الحبيبة مصر وشكل الخريطة بتاعتها وبعض الصفات الخاصة بالاماكن اللي فيها فهنا بيكلم عن فصل الشتاء في مصر فهنا بيقول لنا Alexandria او اللي هي إسكندرية زي ما احنا عارفينها Alexandria فيها صورة جنبها وهي صورة سحاب بمطر فالمفروض ان هناك في ايه It's rainy يبقى Alexandria It's rainy بور سعيد بور سعيد وموجود تحت منها صورة فيها رياح جمدة فالمفروض ان هي ايه It's windy It's windy يعني مليئة بالرياح Cairo Cairo القاهرة موجود فيها السحاب كتير بس غيوم يعني فالمفروض ان نقول عليها It's cloudy It's cloudy يعني مقولة بدا بالغيوم او مليئة بالسحب الغائمة طبعا هنا Luxor الأقصر طبعا Luxor موجود جنبها صورة فيها جو موجود جنبها صورة بتعبر عن الحر والحرارة وشمس فنقول عليها It's hot Luxor It's hot طب وأسوان أسوان موجود جنبها صورة شمس كبيرة فنقول It's sunny It's sunny يعني انها مشمسة في أسوان It's sunny فهنا عاصدقائنا في الصورة صدقتنا دي بتقول Cairo Cairo يعني القاهرة صدقتنا التانية بترد عليها وتقول لها It's cloudy زي ما قلنا من شوية يعني انها مليئة بالغيوم أو انها ملبدة بالغيوم ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا Hannah's picture يعني صورة هانا الصورة الخاصة بهانا ودي اس الملكية وطبعا الجزء الخاص بالجرامر احنا بنشرحه لوحده بنعمله دروس لوحده علشان الموضوع يبقى مفصل اكتر بيوضح لكم الموضوع بمتال سهولة فهنا بيزي بي صدقتنا بتقول listen استمع to the story للقصة then ثم بعد ذلك role play role play يعني مسلوها مع بعض اعملوا role play مع بعض خلينا نقدي الموضوع ده على شكل مصرحي فأول حاجة هنا هنا صدقتنا اميرة بتقول hello hana ازاي كهانا what is this what is this ايه ده يبقى اميرة بتقول لها hello hana what is this ما هذا what is this فهانا بترد عليها وبتقول لها it's a cloud انها سحابة it's a cloud انها سحابة فاميرة بتقول لها what is this is it a red pen هو ده ألم أحمر ما هذا والانت حطه للخط الأحمر اللي في الصورة ده ايه هو ده ألم أحمر is it a red pen هو ده ألم أحمر فهانا بترد عليها وبتقول لها no it isn't no it isn't يعني لا انه ليس كذلك لا ده مش ألم أحمر no it isn't فنقول مرة تانية hello hana what is this فهانا بترد عليها وتقول لها it's a cloud it's a cloud في الصورة دي بتقول لها what is this is that a red pen no it isn't no it isn't ونتنقل البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج 23 او صفحة 23 وهنا بتقول لها is that a rainbow is that a rainbow هنا أميرة بتقول لها هو ده قوس كذح يا هانا فهانا بتقول لها yes it is أيوة ده قوس كذح is it a rainbow yes it is طب أميرة هنا في الصورة التانية بتقول لها look it's a rainbow بتقول لها نظري ده في قوس كذح بره شايفة في قوس كذح look it is a rainbow فهانا بتقول لها let's play outside خلينا نخرج نلعب بره let's play outside خلينا نخرج ونلعب بره طبعا ممكن تعملوا role play دي او المسرحية الصغيرة دي وانتو في الخلاس مع بعض ان شاء الله او حتى لو في البيت مع اخواتكو الصغيرين فهذا مسرحية صغيرة وستوري صغيرة تقدروا تقدوها في البيت زي ما انتو عايزين ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معايا play time او وقت اللعب look انظر look انظر read اقرأ and color ولون هنا طبعا حاطط في صورة الشمس كلمة yellow yellow يعني أصفر فانت هتشوف الكلمات وتحط الألوان بناء على أسماءها فهنا بيقولك red يبقى هنحط ال red هنا هوت هنا بيقولك orange orange يبقى هنلون ده بالorange هنا بيقولك yellow هنحط هنا yellow هنا green هنحط هنا green blue هنحط هنا اللون الأزرق او blue وال purple ال purple او البنفسجي هنلون هنا جزء ده بالبنفسجي وفي الخلفية خالص طبعا صورة المطرة هو حاطة أسم عليها وبيقولك blue زرقة فنلونها باللون الأزرق وبكي نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لآخر بيج في يونت 11 او صفحة 11 وهي look and match look and match يعني انظر وبعد كده وصل فطبعا احنا شايفين ده تدريب على السيزونز او الفصول الأربعة في هنا كلمة spring spring home وصلها لك بالوردة الموجودة او الفلاور الموجودة في السيركل دي طبعا هنا summer summer ايه الصورة المناسبة لـ summer ممكن نوصل summer بالنضارة بتاعة الشمس هنا وممكن كمان نوصلها بصورة الشمس ودي بتبقى أقرب لأنها بتعبر عن الحرارة وعن الشمس طب هنا fall fall يعني خريف ايه الميزة او الخاصية الاكتر في الخريف شطرين ان اوراق الاشجار بتقعة فهنوصل الصورة بتاعة fall بالورقة الصفرة بتاعة الشجر دي لأنها بتعبر ان الورقة وقت من الشجرة وده فصل الخريف او fall season طيب فصل الوينتر او فصل الشتاء ايه اكتر صورة ممكن تكون بتعبر عن الوينتر او موجود فيه اول حاجة الطائية دنيا برد طائية صوف ممكن كمان نوصلها بالكوفية ممكن كمان نوصلها بصورة الايس او التلجئ اللي موجود في الصورة او في السيركل دي وممكن نكون انهينا شرح unit 11 او الوحدة رقم 11 في منها connect وقبل ما اختم هقول لكم الكلمات الجديدة الخاصة باليونت دي ودليل الكلمات دي حفظة طبعا بعد ما نفهم وننطق كويس ونعرف نقول الكلمات بشكل سليم لازم نحفظ الكلمات علشان نبقى عارفين احنا بنقول ايه فاول كلمة هي كلمة rainy ممتر ويندي مليء بالرياح ساني مشمس كلاودي ملبط بالغيوم today اليوم امبريلا مظلة hot ساخن او حار cold بارد window نافذة watch ساعة يد moon امر map map خريطة mom ام والميكسنج كالرز او خلط الالوان كان فيه red وييلو وورنج يعني احمر red احمر ييلو اصفر اورنج برتقالي وبلو ازرق وبربل اللي هو البنفسجي ورينبو قوس قزح sun شمس sky سماء cloud سحابة rain مطر colorful ملون او مليء بالالوان geography جغرافية weather weather يعني tux وبكده نكون انهينا الشرح الخاص ب unit 11 وفي الختام انا عايز اقول لكم بس ان احنا كل عدة دروس ان شاء الله هنعمل quiz او امتحان صغير خاص بليونتس اللي فاتت وهنحله مع بعض علشان خاطر نبقى ملخصين الموضوع بشكل اسهل وافضل ويخلي المعلومة تبقى واضحة بشكل اكتر وفي الختام اتمنى انتو تكونوا استفادتم من درس النهاردة لو استفادتم ولو معلومة بسيطة اعملوا like والاهم انتو تشاركوا المعلومة وتعملوا share وتشاركوا الدرس مع اصحابكم علشان في ناس غيرك محتاجين المعلومة وهتفرق معهم كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته